اشتركوا في القناة والريخ والحدث وعلشان ينيرون الحدث ويخلوه يعني وصائق لبعدين وللمستقبل وعشان الأجيال الجاية يعرفوا إيه اللي كان بيحصل بالضبط من خلال الصوت والصورة كمان. على قد ما هي مهنة شيقة جدا لكن هي مليئة بالمخاطر وخصوصا من الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. خلينا نتعرف على دفنة الموجود معنا نهاردة ومصور صحفي. هيمدنا كمان بالصور نشوفها ونشوف الأحداث اللي كان بينزل فيها شكلها عمل إزاي اللي هو تعرض لها ونعرف منه تفاصيل خاصة كمان بالتوصوير. هكون معنا النهاردة المصور الصحفي محسن نبير مصور بجريدة الأخبار. صباح الخير يا فن. صباح الخير عزيزيك يا أستاذ محسن. الحمد طبعا في الأول زي ما أنا كنت بقول وبنوه دلوقتي حالا أنه شغلانت المصور الصحفي النهاردة بقت زي الجندي كده اللي بينزل المعركة وممكن يعني ممكن يتعرض لأي مخاطر من أي نوع لدرجة أنه ممكن يوصل لهم ما يروحش البيت فالنهاردة آخر حدث أنت تقريبا نزلت وكان حصل فيه اشتباكات وحصل فيه عنف ومواقف صعبة أنت تعرضت لها كان ايه؟ بصيحوا كل جمعة احنا بمتعودين مصورين كلهم يعني هما نزلين من بيوتهم بيبقوا قايلين يعني أهلهم يعني ممكن منرجعش النهاردة احنا كل جمعة بننزل نغطي اشتباكات يعني تعودنا كده بقى لنا فترة كبيرة آخر جمعة دي اللي فاتت دي احنا كنا عاملين اضراب عشان زميلتنا ميادة أشرف ده اللي هو كان من يومين الاضراب ده صح؟ الاضراب لسقائم المفترض لا احنا عملناها بس في يوم الجمعة اللي فات علشان ما فيش حماية للصحفيين اللي بيغطوا الاشتباكات خاصة كل جمعة بس دي مشكلة انتوا بتتعرضوا لها بقى لكم ثلاث سنين تقريبا من أول الصورة اه فعلا طيب والنهاردة بس فكرتوا تعاملوا الاضراب ده مقتل زميلتنا ميادة أشرف وهي بتصور هي ماتت علشان كان معاها كاميرا ده كان الجمعة الفترة انا كنت في الجمعة ده موجود في المكان اللي هي فيه كنت رايب منه جدا بس الحمد لله انا قدرت لما لقيت فيه سلاح طلع كتير وخرطوش من كل مكان وسلاح آلي قدرت حطيت الكاميرا في الشنطة وقدرت بطريقة معينة عشان كنت تدارس المنطقة اللي أنا كنت فيها قدرت أخرج من المكان بسرعة بسهولة بس قدرت أنت تتلقوا تصور كمان آه الحمد لله الاضراب ده معمول علشان إيه الحقوق بالضبط اللي أنتو بتطالبوا بيها بقالكوا دلوقتي ثلاث سنين بتنزلوا من غير من غير أي أدوات تحموا نفسكم بيها من غير أي فست حتى يقول أن أنتو صحفيين فالشرطة وهي بتتعامل مع الجانب الآخر تاخد بالها منكو ده حتى الشرطة أحيانا ما بتاخدش بالها منكو ده فعلا حقيقي يعني الفترة اللي فاتت احنا طالبنا أكتر من مرة أن يسمحونا كان الفست ممنوع يعني تقريبا أمنيا بس ليه بقى أمنية مع شان دي الفكرة دي برضو احنا حابين نعرفها هل ده لأنه برضو بيفضحكوا قداما الطرف الآخر اللي هو الغلطان هو ممكن هو ممكن برضو يكون أي حد يلبس الفست يعني ويعمل نفسه صحفي يكون هو بيعمل حاجة تانية احنا طالبنا بالفست دوت أكتر من مرة هو مش بي يعني مش بيمنع الخطر خالص لكن هو بيقلم منه بس خليني أقول أنه فيها الفست اللي هو عامل زي الدرع الواقي شوية ده مين مسؤولي جيبهلكم المفروض الجرائد أو المواقع الصحفية اللي احنا الجرائد اللي انتو بتنتاموا ليها اه طبعا المفروض نهي يتوفر اه لأنه هو تمن وغالي جدا طبعا أكيد لكن النقابة بتاع الصحفيين مش مرزمة نهي يتوفر لكو ده لا هي طالبة الجرائد النقابة يعني مؤخرا طلبة الجرائد بتوفير الدروعة ديات والخوز فيه خوز واقية من الرصاص طلبة الجرائد بتوفيرها للصحفيين الميدانيين المصوريين يعني الحاجة معانا صحفي ما في الأسبوع الاعتقد اللي فات على طول أخذ طلقة في بقه يعني اه زي مننا محمد فوزي من الوقت محمد فوزي بالزرط ده كان في ألف المسكن برضو وكان خلاص يعني هو الحمد لله يعني جيبنا أقدر ولطف وعاش لكن هو عامل دلوقتي بق سقف حديد وتعرض لمعاقف صعب جدا اه فعلا بس يعني احنا الصحافة عمتنا هي مهنة البحث عن متاعب لكن احنا في الفترة الأخيرة لدينا المصور بالذات عشان بيبقى فيه حاجة مميزة يعني الصحفي بوراء وقلم ممكن يقدر من بعيد يغطي مكانه وبيمشي لكن الكاميرا بالذات اللي هي بتنقل الحقيقة مستهدفة اه يعني الكاميرا دي بمجرد ما بتتشاف خلاص زي انتو كده بتبقى مرصودين بتبقى مرصودين فاحنا بقى في الفترة الأخيرة حتى المصور بقى مهنة البحث عن الموت اه وللأسف الشديد بس الاضراب توقف لان انتو اخدت وعود بتلبية طلباتكو ولا كان ايه هو الاضراب كان لمدة يوم واحد عن تخطية الاشتباكات والمظاهرات الميدانية ده تجاوى كوسيلة للضغط على الاماكن سواء النقابة او الاماكن المعنية بحرية الصحافة انها توفر لنا الحماية اللازمة يعني على اقل حتى يعني بنبقى موقفين جنب الامن الامن حتى بيعرض المصور لمضايقات ويبقى دي منهم التصوير ساعات بيبقى خوف على حياته وساعات تاني بيبقى ما عرفش السبب فيه الصراحة يعني بس هو غالبا دايما اللي بيخاف من الكاميرا بيبقى خايف ان الحياة تسار سواء متظاهر سواء حد يعمل مشكلة اي حد اي جهة اي جهة بتبقى خايفة بتبقى على طول عامل حاجة غلط بس الاحداث المسيرة كتير بقت كتير قوي الفترة دي وفي اماكن يعني في محافظات بخصوص ان الجامعة ده بيبقى يوم مليء بالمشحنات في كل المحافظات انت بتفضل اكتر ان انت تكون موجود هنا في القاهرة وسط الاحداث ولا انت بتحب ان انت برضو تنقل اللي بيحصل في المحافظات بس هو مصور بصفة عامل متن وانا بالذات بحب بقى تنقل من مكان التاني علشان ممكن النهاردة في حاجة حصلة في حتة معينة لازم اكون انا ببقى عين الكار لازم انا اكون متواجد انقل اللي بيحصل دوت في المكان التاني لكن خلينا اتكلم بقى بشكل عملي هل النقابات او الجرائب بتاعتكم بتوفر لكم كورسز للتطور التكنوليجي اللي حاصل طول الوقت للتصوير والكاميرات والحاجات دي ولا لا اه هو فعلا فيه كذا كورسز بيتم بيدول الصحفيين من حيث انت زي تحاول تنقل بقى سرع وقت الصورة بتاعتك في وقت الوقوع الحدث بيدونا كورسات السلامة المهنية ده مهم جدا السلامة المهنية دي بقى بتقع عبارة عن ايه هو بصر كورس بيبقى بياخدو المصور او الصحف الميداني بيألموا فيه ازاي يتعامل مع الاحداث و ازاي يكون موفّر لنفسه الحماية الكافية و ما يعرضش لنفسه المخاطر دي اوه احنا دايما في الكورس ده بناخد من الصورة مش اتغلى من الحياة بيبقى عملي بيبقى عملي آه يعني في جزء نظري فيه جزء اعملي انه بعد ما بيديك جزء نظري بينزل معك مجموعة من مصورين المحترفين ومعنين بتغطية الأحداث في الأماكن العالمية ده بيحصل عندنا في مصر يعني فيه مصورين من وكالات الأجنبية بيدوها لنا في مصر كويس أول وده بتستفيدوا من نكتين طبعا بيستفيد حتى هم هناك قبل ما يدرسوا بينزلوا من مكان فيه مظاهرة أو حدث بعين بيكون معاه خريطة من مكان إزاي هيدخل منين وهيخرج منين وإيه الحاجات اللازمة اللي تكون معاه هو واخدها لا وتطورات كمان اللي بتحصل طول الوقت في الكاميرات يعني الفوتوغرافية طول الوقت حصل فيها تطورات يعني مهمة جدا وفي تطورات كتير جدا بالنسبة للكاميرات حتى حجم الكاميرا الصغر عن الأول الكاميرات دلوقتي بيتصور بتبعت فيها شريحة داتا بتبعت من إنترنت على طول ده بيوفر الوقت والجهود اللي كان بيتاخد زمان في الصورة تصور وتطبيع وتحمض خلينا يا محسن شوف بقى الصور النهاردة لانت جبتها لنا معيك يعني أول صورة كده معنا إيه؟ بصة دي صورة بانوتا كانت في يوم تلاتين ستة في مداني التحرير بص نظرتها نظرت البنت كده في شموخ وعامتا المرأة المصرية بكافة أعمارها كانت وقود للصورة وقود يعني كانت مؤسرة دي لها دور مؤسر في الشارع المصر انت واخدت كدر بقى انت واقف بقيد على حاجة مش كده لأنك كدر في زمان المسافة كانت بعيدة جدا لانا واخدها وسط أعلم مصر حواليها وهي رسم أعلم مصر على خدها بس حلوة صورة أوي محسن حلوة جدا ده أحد المتظاهرين في رابع الأدوية هو كاتب مشروع شهيدة على الخوزة صورة الرئيس السابق محمد مرسي وماسك شومة ومفروض أنه كانت مزارس المية دي برضو نفس القصة ده يوم فض رابع مجموعة من أنصر رئيس المعزول كانوا رايحين بعد ما خرجوا من الميدان يعني العربية دي جات خدتهم واسكين أزاز الملطوف كويتش ورجعين تاني كل وجاهز يا سات دي بقى جانب الآخر اللي ما شفهوش الناس فضت السام رابع أو اللي بيحاول أنصر رئيس المعزول نو ما يبينوه ده جون دي مصري كان ماشي مالوش علاقة ده كان واقف جانب بنزينة زي ما انت شايفها ميسكو وسحلوة ويا فيه سورة كمان بعدها برضو دي على كوبر اكتوبر أنا كنت في مكان عالي والسورة دي بعد ما ضربوه سحلوة على الكوبر هم حتى شافوني وانا بصور وحاولوا يطلعوا العمار اللي أنا كنت بصور منها وبدأت أطلع من السطح وده كان ايه مصيره بقى في الآخر معنا ما عرفش من خلاص بقى ده من داني التحيي يوم تلاتين ستة ساعة يعلقنا الخطاب المشير عبدالفتاح السيسي يوم عظيم يوم تلاتين ستة يوم عظيم جنود بقى وعلم مصر واستلاح واللي بيدفعوا بي عن ننا وعن عن المصر ده دي الصورة دي كانت متأخذها دي استخدمت فيها الشادو والعلم بصر بس هو اللي بيين بالألوان الصورة دي ببين فيها الجن المصري اللي واقف على الحدود في عيز الشمس معروف هو يعني لي خزة معينة واسلاح بتاعنا معروف طبعا يعني قد ايه المعلان اللي هم بيبقوا فيها طبعا فعيز الشمس وحنا باعدين في بيوتنا يعني هم حتى احنا بنتعرض للموت بس هو بيتعرض للموت ألف مرة اه طبعا ده يعني بجلد خلينا هو بيقعد فترات كتيرة بييد عن أهل احنا من غيرهم ولا حاجة ده انا عايز اقول من الصورة دي ده كان متظاهر برضو يوم 36 راجل بلأ ملتزم دينيا مش كل الناس عندناها نفس الفكر بتاع مش كل حد مش اي حد بدأني يبقى متطرف مش اي حد بدأني يبقى عنيف هو حتى كتب ياسكوت الاخوان الخانيني يعني هو برضو لي وجهة نظر مش زي لما كاننا هم بيقولوا تمام ده بقى ايه يعني انا شايفة اكتر من معنى بصراحة للصورة يعني شايفة فقر شديد جدا وست بتتحكي جدا ده بساطة المصريين مهما كان عندهم من هؤون فالضحكة واللي بتسمى من بتفرقهمش فدي سيدة عندها يعني بيت بسيط زي دوت فوق السطح التاحة واتسامة على جهة وبتشاور يعني متقبلة الأمر وعيشة ده بقى السلام اه الفرق ما بين ايه التنقض ده اه الفرق ما بين الغنى والفقر اه والكيسة والجامع يعني ده بقى دي مصر فيها كل التنقضات للأسف دي مصر يعني احنا جايبا عايزين نكتب جانب الصور دي يعني للأسف دي مصر انه فيه كم العشوائيات دي صعبة جدا دي وأبراج فارهة وشكلها جميل وكلها يعني في منتهى الرائع يعني في منتهى الجمال ووسط كل ده بنشوف ناس بوسط عمليا ازاي دي مرضو صورة دي مليد من نفس المكان لا دي في الدواء دي بنت ناظرتها كده وقت بالنسبة لي بتاعني انا مش عارفة مستقبلي ايه دي مهنة الحاوي مهنة مصرية راجل يعني بيشأة عشان يجيب لقم تعيشه ممكن يعرض له صنموت والخطر ومجموعة من الأطفال بتفرج عليه في أحد الشوارع لسه المهنة دي موجودة اه موجودة الصورة دي حديثة طيب ايه كمان الصورة دي في حاجة بعدها معز سلام للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد للأسار بتاعتنا بتترمم بالأسمنت للأسف الشديد اوكي دي ملفات من ضمن الملفات المهمة اللي لازم تتفرج ده انا بقى يا نهار ابيوت طب انت محسن ايه اللي وقعك في الدايرة دي دي والله دي كانت حدثة فانا نازل حتى ملحيتش اصور انا مسك الكاميرا ومعلقه بشوف في ايه هو واحد شايف قال له كاميرا هو تلحقه ده مصور عايصورنا لقيت بقى أهل ال كان حد متوفي لا عادي جدا انها كان حد متوفي بس طبعا شعور البنيان في الوقت ده بيبقى صعب جدا ايه انت كنت راح الجنازة لا ده حادثة قدامي حصلت ولا معدي بالكاميرا فلسه هصورها بفكر في تصويرها ليت بقى اشتبكوا معي بمجرد اللي شافوا الكاميرا لسه مصريين بيخافوا من الكاميرا ممكن يقلقوا حتى لو ما بيعملوش حاجة غلط ده دي ثقافة بقى ثقافة شعب لازم نضاير ويحصل بقى حوار حول ازاي ان احنا نفهم الناس ان المصور الصحفي دوت هو جيها محايدة مش ضد طرف او مع طرف اخ مش حاسس ان هي بدأت تخف واحدة واحدة او حدية الناس مع المصور الصحفي او بالعكس بدأت تزيد في عنفها اكتر بس او في الفترة الاخيرة ما بعد 25 يناير ابتدى الموضوع يقل شوية وبعد كده مرة واحدة لقينا مصور بقى بيحسوا بيحطوه ان هو طرف سياسي موضوع حسن ده صورة جمالية ولا ده حقيقي قدامك لا ده حقيقي ده حقيقي عربي موجود في مصر هو ليه طريقة معينة حتى في التصوير مش لازم تقعد يوم اثنين تلاتة بتتبع التصرفاته عشان تقدر تتوقف الوقف مش ممكن جماله حلو قوي قوي ده في استبل هنا في القاهرة ده في استبل بتاع الخيول العربية في مصر طبعا تصورة ذي ده بتبين قد ايه وحدة المصريين ده واحد ده مقطوع وبيضي ربنا ده كان في مدان التحرير كان مظهر في مدان التحرير تمام ده في المترو لا ده في الشارع بيتكلم في التليفون وبينقط من فوق الصور بيعمل كل حاجة كل حاجة غلط ده مهلة الخامية ده احد الصناعات اليدوية الموجودة في مصر كويس انه منقردتش هي منقردتش بيجي لها ناس من كل حتة في العالم عشان يشتروا من الناس وده الإزاز برده الصناعة اليدوية دايما الأجانب أو الغرب بيحبوا الصناعات اليدوية يعني هي بتبين المكان بيقدرش برده يطلع حاجات زي اللي بيطلعها ايدي الإنسان اوه طبعاً خصوصاً المحترفين في الموضوع ده بيبقوا فعلاً الناس بيعملوا حاجات حلوة جداً وانا اتمنى ان الحاجات اللي زي دين متندسرشهم يعني مصرحش خالص من مصر انا بشكرك جداً يا محسن على وجودك معنا النهاردة وعا الصور اللي انت جبتها نشوفها مع بعض وانتعرضها للمشاهدين وان شاء الله بتمنى انه طلباتكم اللي انتو كنتوا بتطلبوا بيها في الإدراب تتحقق وانه يتحقق لكم كمان الأمان في الشغولكم لانتو بتتعرضوا لمشاكل كتير جداً ان شاء الله مجاهدينك معنا محسن نبيل وهو مصور بجريدة الأخبار وشوفنا معاه الصور بتاعته وتعرفنا اكتر على تفاصيل كتير جداً تخص التصوير الفوتوغرافي هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية فاقرب هنا جداً نستنونا بعد الفاصل